السلام عليكم كيف حالكم يا شباب معكم ريتش ادو رجعت لكم فيديو جديد عن قنشن امباكت واخيرا يا شباب الفيديو المنتظر فيديو سارة قصة سمرو باللغة العربية نزل وفي هذا الفيديو رح الخص لكم قصة سمرو من بداية الشجرة الغريبة اللي طلعت في بداية القصة الى انه قابل الاركونت الديندرو كوسنالي ولكن في شي حبينا اتكلم عنه يا شباب قبل ان نذهب المقطع لا هذا مو اعلان لا تسوي سكيب ارجوك هذا الشي رح يعطيك 25 ريال اذا كملت وعرفت الشرح طبعا يا شباب الفكرة بانك تسجل بتطبيق تابي وكرر مرة ثانية هذا مو اعلان يا شباب بمجرد ما انك تدخل الرابط الاحالة الخاص فيه لموجود بالوصف وتسجل الدخول رح يعطونك 25 ريال وانا رح ااخد 25 ريال وتقدر تاخذ الرابط حقك بعدين من البرنامج وتنشر الاخوياتك وكل واحد يدخل الرابط حقك رح يحصل برضو على 25 ريال فلا تخافوني يا شباب لانه هذا البرنامج موثق من وزارة التجارة السعودية رسميا وفيه ناس جدا كثيرين ويوتيوبرز كبار اعلنوا عنه وازيادة على هذا هو يطلب بس الرقم حقك ما يطلب قلمة السر الاميل الخاص فيك فكل اللي عليكم يا شباب بانكم تدخلوا الرابط الاحالة الخاص فيه لموجود بالوصف وتطلع لكم هذه القائمة تضغط على هذه اللي هو الزر القبول بعدين تختار هنا البلد حقتك مثلا السعودية وهنا تدخل الرقم حقك فبعد ما تدخل الرقم حقك والايميل تضغط هنا على سنت كود ورح يرسلك كود التحقق وبعدها تسوي قبول وبكذا خلاص انتكملت العملية فطبعا يا شباب لاني مسجل بهذا البرنامج ولانه هذا الرابط خاص فيه ما سوا قبول ولكن لا تخافون يا شباب هذا البرنامج مضمون من وزارة التجارة السعودية رسميا وبرنامج تابي جدا مشهور ومعروف بانه قصدلك على المتاجر ولكن تخيل انك في كل مرة ترسل الرابط الواحد من الاخوياك رح تحصلون انتو الاثنين خمسة وعشرين ريال فالي يبغى يشحن بقنشن لا يفوتك هذا البرنامج فما رح اطول عليكم اكثر يا شباب لا تنسوا لايك والاشتراك وتصلوا على النبي على الافضل الصلاة والسلام ولاتسقو خلونا نبدأ اسمي هو بوسيشس وقدري هو تقديم الطضي الاغظم بعد انتهاء رحلتنا في المنجم كانت وجهتنا القادمة هي ارض الطبيعة والحكمة سوميرو في اللحظة الاولى اللي دخلنا فيها سوميرو سحرتنا طبيعتها الخلابة اللي كانت مليانة بالاشجار الغريبة والمخلوقات العجيبة اللي شفناها لأول مرة كانت وجهتنا يمقابلة اركونت الدندرو كوسونايلي علشان نسألها عن مكان اخت بطلنا لوميا ولكن ما كنا نعرف الطريق وفي هذا الوقت شفنا امرأة غريبة وسألناها عن الطريق ولكن اتجاهلتنا وراحت كانت الصرفات غريبة ومثيرة للشكل طلعنا المكان مرتفع لشان ندور عن المدينة وفي هذا الوقت صادفنا مخلوقات صغيرة كانت تراقبنا ولما اتبعناهم ارشدونا الى نفس المرأة اللي شفناها قبل شوي قالت بايمن بانها تشم رايحة غريبة جاية من الابريق الخاص بالمرأة ولكن فجأة بدأ الترافلر يحس بالتعب الشديد واغم عليه استيقظنا على منظري جمد من الخوف شجرة عملاقة موجودة في مكان غريب تحت الارض كانت الشجرة تشعب نور غريب وكأنها المسارات ولكن كانت الصدمة الحقيقية لما ناظرنا الفوق وشفنا سماء حمراء تشبه سماء كاندريا كان في مكعبات غريبة طائرة في الهواء وهذه المكعبات تشبه بالضبط المكعبات اللي استخدمتها الاركون المجهولة اللي خطفت اخذ بطلنا لومين لما اقتربنا للشجرة بدأت تتدمر وفجأة بدأ نور غريب شع منها وبعدها يظهر طيف غريب على شكل انسان وقال هذه الجملة بعد فترة استيقظنا في بيت كولي وكانت هي من انقذنا وجابنا الى المخيم جابت كولي الدوابس طيحته بالغلط وفي شخص غريب سمع صوت الضوضاء واتضح ان هذا الشخص هو تايناري حارس غابات سمر وقائد المخيم حذرنا تايناري من انه يغمى علينا مرة ثاني في الغابات لانها تعتبر مكان جدا خطير وبعدها رحنا نستكشف مع كولي وقالت بانها انقذتنا لانها تعرفت علينا عن طريق امبر لانها كانت دائما تتكلم عن الترابلر وكيف انه انقذ موستاد وحررها من التنين دفالون ولما حاولت بايمون تمزح مع كولي صرخت فجأة وبتعدت عنها كان تصرفها جدا غريب واعتذرت منه ورجعت المخيم في اليوم الثاني انصدمنا من مرض كولي المفاجأ وقال تايناري بانه هذا الشيء يصير دائما ولازم نجيب لها علاج اصطحبنا تايناري الى مكان بعيد وبدأ يتكلم عن ماضي كولي لما كانت كولي صغيرة كانت مصابة بمرض نادر اسمه الازار ويتشكل من قوة الظلام اللي تتشكل على جسم الانسان في بداية المرض يحس الشخص بالتخدير في المناطق المصابة بس الشيء المرعب هو مع تقدم المرض يفقد الشخص شخصيته وقدرته على التحكم بنفسه وبعدها يسيطر عليه المرض بالكامل الى ان يموت لهذا السبب تايناري دائما يمنع كولي من انها تشيل اي شيء ثقيل او انها تجهد نفسها لانه مرضها راح يزيد وفي المانجة الشخص اللي انقذ كولي من الموت هو ساينو فقدر بانه يستخدم قوته علشان يختم الوحش اللي موجود فيها ولكن اعراض المرض ما زالت موجودة الى الان ولما فقدت والدة كولي الامل في علاجها ارسلتها الى شخص من الفاتوي كذب عليها وقال بانه معه العلاج ولكن الشخص اللي انقذ كولي في النهاية وجابها لتايناري هو شخص لقب نفسه بالدكتور وهو الهاربنجر المريض دوتوري اللي يسوي تجارب على الصغار والكبار ومستعد يضحي حتى بنفسه لسبيل نجاح تجاربه وقال تايناري بانه تجربة كولي مع الفاتوي كانت ابشع ما يكون فهي ما قالت ايش سوى فيها دوتوري ولكن صار عندها خوف من اي شخص يحاول لمسها ولكن الاغرب من كل هذا ليه؟ ليه دوتوري ساعد كولي وجابها لتايناري مع انها تعتبر فأر تجارب مثالي لهوة والتجارب المريضة طلعنا في رحلة استكشافية مع تايناري علشان ندور علاج او عن نبتة معينة نصنع منها العلاج الخاص بكولي ولكن فجأة يظهر اثنين من مساعدين تايناري وقالوا بانه التلوث رجع مرة ثانية الاشخاص العاديين ما عندهم القدرة بانهم يدخلون على المناطق الملوثة لانه ما عندهم فيجن ولكن ايثر شخص مميز فهو يقدر يستخدم قوة العناصر بدون الفجن فما رح يأثر عليها التلوث ولكن السؤال الحقيقي هنا ماذا عن بايمون؟ هل هي بشري عادي ولا ملاك سحري؟ فهي دخلت معانا الى منطقة التلوث بدون ما تضرر او يصير فيها اي شيء هزمنا الوحوش الموجودة في منطقة التلوث ودمرنا الكريسالة المسؤولة عن التلوث كانت الكريسالة تشبه الاشياء الموجودة في الدراجون اسبان او المنطقة الثلجية وكأنه دم التنين الملوث اثر على كل تيفات لكن تايناري قال بانه هذا الشيء بدأ قبل خمسمائة عام فمن يوم ما صارت حادثة كانريا والتلوث بدأ يزيد في الفترة الاخيرة وفي كل مرة يطهرون منطقة من التلوث تتلوث منطقة ثانية وواجب تايناري هو تطهير كل هذه المناطق رجعنا للمخيم وجدنا رسالة الصغاثة من هابيشا وسألنا تايناري عن صحتنا وقال لترافلر بانه يبدأ يتحسن وتكلم تايناري عن الرؤية اللي شافها لترافلر لما اغمع عليه وقال تايناري بانه كذب علينا وهذه مو مجرد هالوسات فهذه الرؤية مهمة جدا لسمرو ولكل تيفات لانها اتصال مباشر مع روحها من القديمة واذا نريد اجابة اوضح فلازم نروح لهاابيشا لان وظيفتي التأمل والتواصل مع روحها رمين لما وصلنا للكهف افترقنا وبدأنا ندور عنهاابيشا وفجأة شفنا كائن غريب وبعدها اختفى فجأة لقيناهاابيشا وكانت حالتها جدا سيئة وتحتاج الى ماء بسرعة وطلعنا من الكهف ندور على المياه وكانت هنا الصدمة المكان تغير بالكامل وتحول الى مكان غريب وكأننا بداخل شجرة او ورد عملاقة ولما مشينا شوي فجأة يتغير المكان الى بيت مهجور في انازوما وبعدها يرجعنا مرة ثانية الى سوميرو والمكان كان جدا غريب وكأننا في وهم ولكن الصدمات ما تنتهي فجأة يظهر مبعوث الهاوي للمرة الثانية وكان واقف بدون اي حراك وكأنه كان ينتظرنا وبعدما هزمنا في قتال جدا طويل بدأ يتكلم كلام غريب وقال ها 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 حسنا 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 انظروا من عاد ايها المسافر على الرغم من انك تستعدة لا يحصى من الازمات كان من المحتم ان حظك السعيد سينتهي في يوم من الايام قد حان الوقت لتدرك مدى ضعفك وعجزك ها 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 اختك مثير للشفقة ايها المسافر السخيف هل انت جاهل ام احمق ولا ربما الاثنين سموها قد تخلت عنك منذ زمنا طويل وجودك الضهيل في عينيها عبارة حشرة مزعجة ان رابطة العائلة التي بينكم قد اختفت منذ وقت طويل رحلتك بأكملها لا معنى لها ولكن لا تقلق سوف انهي معاناتك هنا وفي هذا المكان بعد هزيمتنا لمبعوث الهاوية رجعنا للكهف اللي فيه ابيشا وكان حولها فواكه وكأنه فيه شخص ساعدها قبل ما انجي قالت ابيشا بانه هذه الفواكه من جيرانها الصغار وهو نفس المخلوق اللي شفناه قبل شوي اتضح انه هذه المخلوقات هي اللي ادخلتنا بالحلم الغريب اللي شفناه فيه مبعوث الهاوية علشان يوفرون وقت لمساعدة ابيشا ويهربون قالت ابيشا بانها قدرت تشوف هذه المخلوقات بعد ما شافت نفس الحلم اللي شافه ايثر لما شاف الشجرة العملاقة تحت الارض واللي كانت تكلم وتقوله العالم نساني ولكن الاغرب من كل هذا كيف بايمون قدرت تشوف هذه المخلوقات وهي ما حلمت بالشجرة العملاقة الشكوك حول بايمون فيه تزايد مع كل التحديث قالت ابيشا انه فيه سمر وبس الاطفال يحلمون واما بالنسبة للكبار فهما يعتبرون الاحلام شي طفولة وبعيد عن المنطق ويعتبرون هذا الشي نعم من الاركون السابقة روكا دفاتة لان الاحلام ممكن تأثر على مشاعر الشخص وابكاره رجعنا للمخيم اللي كانت تايناري يتكلم مع رؤساء الاكاديمية وعرضوا عليه بانه ينضم معاهم للاكاديمية علشان يساعدهم في الابحاث الخاصة بروح ارمين لكن تايناري رفض لانه مشغول بحماية الغابة ولانهم ما اعطوا اجابة واضحة عن سؤاله بعد تكلم تايناري عن جهاز اسمه اكاشا وهو جهاز صنعة الاركون القديمة يلبس على الاذن وقال بانه الاكاديمية في نفس مدينة سوميرو رح يعطونا واحد من هذه الاجهزة ورح يعلمونا طريقة استخدامه لما وصلنا للمدينة استقبلنا شخص من الاكاديمية وعطانا جهاز اكاشا هذا الجهاز مثل الجوال بالضبط فهو يعطيك اي معلومة تحتاجها بمجرد السؤال عنها حاول الترافلر يسأل عن مكان اركونة الدندروكوسونالي ولكن الجهاز ما اعطائه اجابة من الممكن لانهم غرباء على المدينة رحنا علشان نقابل رهاوي وسألنا عن طريقة مقابلة كوسونالي ولما استخدم الجهاز الخاص فيه ما كان فيه اي اجابة مع انه شخص عايش في سوميرو الى انه معرفته محدودة وبالنسبة للاركونة كوسونالي فقال بانه ما حد شافه الى يومنا هذا وما طلعت العلن ابدا فرحنا للشخص اللي يعرف كل شيء تقريبا عن تيفات وهي كاثرين ولكن الصدمة انه حتى كاثرين ما كانت تعرف طريقة مقابلة كوسونالي وارسلتنا الى شخص اسمه اسفوند وهو احد المستشارين الثلاثين وعنده خبرة كبيرة بجمع المعلومات وممكن يساعدنا ولكن حتى اسفوند ما كان يعرف شيء عن الاركونة كوسونالي وقال ما فيه احد فيه سوميرو يهتملها لانهم يعتبرون الاركونة السابقة دفاتها هي الاصل واما كوسونالي فهي مجرد ااركونة واللي يحكم سوميرو فعليا هي الاكاديمية لما كنا نتمشى في المدينة سماعتنا بنت تتكلم عن الاركونة كوسونالي وتعرفنا عليها وكان اسمها دانيا وهي من اتباع الاركون المخلصين ولكن لما سألناها ربط فجأة بدون اي سابق انذار وبكذا نكون وصلنا الى نهاية الجزء الاول من القصة طبعا اطلعت ان اقسم القصة الاكثر من جزء اي شباب لان القصة مدتها 10 ساعات حرفيا 10 ساعات مستحيلة لخصة في فيديو واحد والترجمة تأخذ وقت جدا طويل فان شاء الله يا شباب الاجزاء القادمة رح نزلها باسرع وقت ممكن فبس يا شباب كنا نكون وصلنا نهاية المقالة سلاك والاشتراك والاشتراك والسلاك 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 شوفوا ما لخير بالفيديوهات القادمة اشتركوا في القناة